سنة 24 لمحبي ألعاب survival كانت من السنوات المنتظرة وهذا بسبب عنوان مثل ARC لأنه بعد كل تلك التأجيلات من المتوقع أن نشاهده هذه السنة أو على الأقل نحصل على Gameplay ونتعرف كيف سيكون أسلوب اللعب ولكن بعد مرور شهر وانس من هذه السنة أظن أن الأمر أصبح لا يهم لأننا حصلنا على تجارب ممتعة مع Power World التي خطفت كل الأضواء وأيضا معها ستضر عنوان آخر يقدم تجربة ممتازة وهو الذي سنتعرف عليه في فيديو اليوم يعرف بـ Unshrowded من نظر الأولى للعنوان سيطع شعور أنه يقدم تجربة شبيهة كثيرا لفالهايم لكن في الحقيقة لا لعدة أسباب حيث Unshrowded سيضعق في تجربة Survival أقشر RPG مع خريطة عالم مفتوح كبيرة تحمل كثير من المناطق لاستكشافها وستكون نفسها لكل اللاعبين ولا يتم إنشاؤه عشوائيا في كل مرحلة ومع هذا يوجد قصة بسيطة تدر حول كيف تحول العالم بهذا الشكل وما يجب عليك فعله أنت هنا في أمبرفيل وبشكل عام القصة قدمت مع مشاهد سينمائية في البداية لكن مع التقدم في اللاعب واكتساف العالم ستسمح لك بالتعرف أكثر على بعض التفاصيل التي يغفيها هذا العالم ومع اللاعب أكثر والتقدم في العنوان يجد الكثير للقيام به لكن أحد أهم هذه الأشياء يجب عليك إيجاد خمس شخصيات ويجب أن تجمحها في الأول لكي تستطيع التقدم حيث أول ما عليك إيجاده هو الخيميائي الذي يسمح لك بصناعة الدرح والأسلحة التي ستساعدك كثيرا للنجات من كل تلك المخاطر التي ستواجهها لكن رحلة البحث عن الخيميائي ستحتاج لشيئ أساسيين هما الكرابلين هوق والغلايدر هذا العنصر الأساسيين في اللعبة ولا يمكنك الاستغناء عنهم لكن للأسف استخدامها كان محدود جدا حيث لا يمكنك استعمال كرابلين هوق إلا في المناطق التي تسمح بها اللعبة وهذا كان حقا مخيب قليلا والأمر نفسه ليغلايدر استخدامه كان محدود ويتعلق باستامينة هذا الأمر كان مخيب نظرا لوساعة العالم وحاجتك لاستخشافه الدائم لإيجادة كثير من المواد الأساسية التي تحتاجها وأيضا هو ملك بالعديد من المخاطر ويمكنك أن تذهب في رحة بث عن أحد العناصر وتكون بعيد عن مناطق التنقل إذا كان بيتك أو الأبراج المزعف في العالم بشيء محدود جدا وإذن مرات شخصيتك ستفقد بعض المواد الموجودة في الأنفنتوري ورحلة استرجاعها ستكون مزعجة خاصة إذا كانت في مكان بعيد عن نقطة التنقل وجانب التنقل هو أكثر جانب كان مزعج ومخيب للأمل فيما قدمه العنوان وتمنى أن يعمل السوديو على هذا خاصة أن العنوان في مرحلة L-AXIS ويتم توزع نقاط التنقل سريع أكثر في العالم خاصة في المناطق الضبابية عيث هذه المناطق بمنجرد دخولها سيظهر عدة تنزولي في الأعلى ومدة هذه العدة سيكون لها علاقة بقاعدتك والشعلة التي تضعها في البداية كلما طورتها كلما زاد العدة تنزولي ما يعني أنه سيسمح لك بالبقاء الطوال في هذه المناطق وهذه المناطق يوجد بها العديد من الموارد المهمة وأيضا غالبا ما تكون في أماكن محاصرة بالجبال والخروج منها يكون من نقاط محددة وصخصيتك لا يمكنها التسلق لذا تحتاج أن تكون سريع في عملية الإستيكشاف وسيكون هذا الأمر من الصعب مع وجود كثير من الأعداء ولا يمكنك التنقل إذ كنت بداخلها وأظن أنه كان من الجيد لو توجد نقاط تنقل سريع في هذه المناطق الضبابية بساطة مع التقدم في اللعب ستصبح أصعب كل هذه النقاط التي تتقنها يمكن أن تكون مزعجة في البداية لكن مع التقدم في اللعب يمكنك فتح قدورة جديدة تحسن قليلا من تجربة التنقل وشارجة المهارات في هذا العنوان تحمل الكثير لتقدمه من العديد من الجوانب مثلا من ناحية تخصيص شخصياتك للقتالة واختيار أسلوبك الخاص الذي يناسبك أو حتى تجعل جانب الاستيكشاف الكرافتينك أفضل عبر إضافة معارض جديدة أو تطوير عدد استمينة ونصيحة اهتم كثيرا بهذا الجانب أما بالنسبة للقتالة فهي تحمل وجه سيء وجيد بالنسبة للجانب الجيد هو بعض التنوع في الأعداء ومواجهتهم دائما ما تكون مصمرة لأن أي هادو ستقوم بتصفيتي ستحصل منها على موارد مهمة أما الجانب السيء أو بتعبير أصحة الأضعف والذي يحتاج إلى تعديل في أبقرب وقت هو ذكالي صناعي للأعداء بمجرد صحودك لمنطقة عالية كلهم سيتوقفون أمامك بشكل غابي وسيكون من السهل تصفيتهم أيضا هجمات الأعداء محدودة ومتكررة أما بالنسبة للزعامة في وجه الثالث زعامة تجدهم في المعسكرات أو في حماية السجارة في المناطق الضبابية وبما أننا نتحدث عن تجربة سيرفايفل أكيد يجب أن نتحدث عن البناء وأن شرودت قدمت أحد أفضل تجارب في هذا الجانب ويتحلك العنوان تشكيلة واسعة من الخيارات والأمر الجميل أكثر ولو قمت بالاهتمام بالتزين وإضافة كل تلك الأمور التجميلية في المنزل مثل الطاولة والأكواب والأشياء من هذا القبيل هذا سيؤثر على عدد استرجاع الصحة والسامنة لديك وكانت من الأشياء الجميلة التي أضافح العنوان بالنسبة للجانب التقاني ومظهر وصوتية العنوان هنا يوجد بعض الكلام ليس بالنسبة لمظهر اللعبة وصوتياتها لأنها قدمت بشكل جميل وكانت ممتازة أما المشكلة تكمن في أداء اللعبة العنوان يحاني في هذا الجانب وحتى أسوأ الإعدادة عن جهاز الأداء كان كارثي ولم يستطيع الوصول إلى ثين فلم ثابتة لكن الأمر العاجي في بعض المرات يكون الأداء ممتاز واللعبة مستقرة وضع أن هذا الجانب يحتاج إلى بعض الضبط من ستوديو المطور لتظهر في أحسن حلة انشاء أودي تقدمت تجربة سيرفايف الممتعة مع الكثير من الجوانب الجيدة لكن يوجد بعض المشاكل يعاني منها العنوان ويحتاج أن يعمل عليها الأستوديو المطور في أسرع وقت خاصة للعنوان في مرحلة الإلي أكسس وهذا يقودون للسؤال الأهم الذي يستحق العلوان للتجربة والإجابة هي أكيد نعم رغم أن العنوان في مرحلة الإلي أكسس ويعاني من بعض المشاكل إلى أنها لا تفسد منها تجربة بشكل عام ويكي تستمتع لهذا دارت تجربة سيرفايفل مع الكثير من الأفكار الإبداعية فإنصحكم أن تحطي فرصة للرؤية عن شراه داد وأنا شابكم حلقتنا في حلقتنا لليوم تمنى هذا ما قدمنا هنا لأجابكم ولا تنسونا من السبسكرايب واللايك وهنا فيديو آخر نستودعكم الله سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة